بعد أن تضرر منزله وفقد مركبته ومتجره في الجانب الأيمن للموصلة نتيجة الحرب الأخيرة يواجه أبو محمد ضرفا صعبا لفقدانه مصدر رزقه وبافتتاح مقر للجنة التعويضات في نينوى أنجز معاملة لتعويض ما فقده من ممتلكات لكنه يشكو وأقرانه المتضررون من إجراءات الروتين المتبع في دوائر الدولة التي قد تستغرق لأشهر عد أنا بيتي ضرر بالزنجلي ومحلي ضرر شرع نجي فيه والسيارتي شعلوها الدواعش وقمنا سمينا إجراءات تعويضية بهذه المحكمة التي نحن بيها الآن للجنة الفرعية فإجراءها شوية متعب إجراء قانوني متعب يعني روتي متعب وتسلمت اللجنة منذ افتتاحها في كانون الثاني الماضي أكثر من أربعين ألف معاملة لكن حتى أعداد هذا التقرير لم يتسلم أي متضرر مبلغا تعويضية بسبب تأخر التصاريح الأمنية التي تأخذ وقتا طويلا بحسب اللجنة الصراحة إلى حد هذه اللحظة لم يتسلم أي متضرر لمبلغ التعويض والمشكلة والمعضلة الموجودة هي التصاريح الأمنية التي تتزر من مديرية استخبارات مكافحة رهاب نينوى ويتم تحديد مبالغ التعويض وفق نظام وقوع الضرر أي فترة حكم داعش للموصلة بحسب تعليمات صدرت من لجنة التعويضات المركزية في بغداد والتي كانت الأسعار فيها متدنية بشكل كبير ما أثار استياء المراقبين التخمين الذي تقوم به اللجان تقدر الأسعار للضرر على الوقت الذي حدث فيه الضرر وهو وقت عصابات داعش على سبيل المثال سيارة كانت كلفتها بحدود 10 ألاب دولار تخمن بـ 3000 أو 4000 دولار وإلى جانب اللجنة الفرعية للتعويضات ظهرت في الموصلة منظمات عدة تعمل في مجال توثيق الدمار وملف التعويضات جمعت أكثر من ألفين معاملة وتقول أنها تحاول استحصال الأموال من الحكومة أو من الدول المانحة في رحلة تقوم بها حول العالم لدعم أعمار نينوى الحكومة العراقية ليس لها إمكانيات إنجاز هذه المعاملة دوليا فنحن كفيرين بأن نقدم الأضرار للمم المتحدة والدول المانحة مسلسل التحديات بأهالي مدينة الموصل من المتضررين من إرهاب داعش لا زل مستمرا رغم إطلاق صرخاتهم التي لم تلقى آذانا صاغية حتى الآن بحسب مراقبين من الموصل هيثة محمد الحرة